كارزما ما شاء الله في ناس الكارزما عنده في شخصيته أي أنه إذا ولد في لباس وكذا هو كارزما تجدنا في المجالس يقول في لا ما شاء الله عليه من دخل هيبة هذا اسمها الكارزما لكنه يشتغل عليها يبدأ يطورها يهتم بها حتى يعني يطوعها وتصبح هي الطريق إلى إيصال الفائدة للمشاهد أو للمستمع لما أتكلم عن كارزما فنحن أتكلم عن المشاهد بشكل أكبر يطورها ينميها من ناحية اللباس من ناحية حلاقة الوجه بتكون بشكل معين يعني تساعده على أن يكون ذا أثر ويوصل معهما بشكل جيد وكذلك مسألة الإعلام والمواطنة الإعلام مثل أخي بدر الله يوفقه ومقدم هنا في هذا البرنامج لا بد أن يطوع هذه الشاشة في أن تكون في خدمة الوطن من خلال ما تسونه اليوم هالرسائل المجتمعية هذه مواطنة وهو مطلع أنا أقول دائم كل إعلامي ينبغي له أن يقرأ سياسة وطنه جيدة يعرف الخطوط الحمراء يعني بعض الأسماء أنا أذكر جهة من الجهات وضعوا مقطع صوت جهة إعلامية فجأني أحد الإخوان صباحا في الدوام قال الجهة الفلانية الإعلامية حطت صوت فلان هذا الشخص عليه خط أحمر اعتضح أنه معادي للوطن فهذا خطأ طب لما اتصلت عليهم ومن باب الميانة بينه وبينهم وشالوا هالموضوع واعتذروا قالوا بس المعد كان محتاج مقاطع ابتهالات فركب الصوت وجهز المقطع وهو ما هو مثلا بسعودي أو أنه شخص مقيم وكذا إذن هذا خطأ المخرج لا تبحث عن صوت دعاء وتضع الصوت هذا الصوت عليه محاذير يعني وطنية خط أحمر فمهم جدا جميل أن يكون المذيع يراجع المادة اللي تعرض على الشاشة الصوت من هذا المتحدث هذا فلان فلان هذا عليه مشاكل شلوه جبه غير عندنا آلاف من الأسماء الوطنية اللي تقوم بهذا الصوت يا أخي ما أظهره أكس على التقرير صحيح فهذه أيضا وخي بعد العز ما يحتاج قامه وهمه ولكن أنا أتكلم على المتابعين أمام الشاشة وهذه مهمة جدا في مهارات أيضا الإعلامي وأن يكون دائما متوافق مع سياسة وطنة جيدا يعني متى أقول عدو إسرائيلي متى أقول احتلال إسرائيلي متى أقول دولة إسرائيلية هذه مهارات مو بأي واحد يتقنها ارجع لواص وارجع لوطنك كيف قاعد يذكرونها لأن لها مدلولات فاتبع سياسة وطنك في هذا الباب مهم جدا أن يكون الإعلامي أمام الإذاعة والتلفاز مطلع على سياسات وطنة الألفاظ الأسماء الدول عشان يظهر بشكل جيد ويظهر بشكل يعزز اللحمة والانتماء الوطني وأبو أبد العزيز قامه وهو أهل لذلك لكن نحن نتكلم في مجال الاستشارات والتدريب بشكل عام لأن في من يتابع ممن هم حديث وعهد بالتخرج من كليات الإعلام والتي صالقوا سبق أني قدمت لهم دورة تدريبية وأكدت على هذا الباب سياسة وطنك لابد أن تعيها جيدا عشان تقدر تسلك في مجال الإعلام وكم من شخص ضيع مسيرته وحرم الناس من ما يقدمه بسبب خطأ واحد صحيح وإن كان ولابد وأنت في برنامج حواري والضيف قال كلمة أو كذا أخرج مباشرة وشوف وطنك خط أحمر معلش أعتذر أبو سليمان هذا خطأ ولا يمثل برنامج ولا يمثل سياسة البرنامج كذا أنت خرجت من الموضوع لكن سكوتك هو رضاك نعم فمهم جدا كل من يستمع ويشاهد من الشباب اللي داخلين على الإعلام تعلموا من أبو عبدالعز هالقامات كيف تدير الحلقة كيف تدير هذه المنظومة كيف تقدم مادة إعلامية مجتمعية دسمة يستفيد منها المشاهد وتفيد وطنك وتكون لبنة في بناء هذا الوطن حين قاعد يتابعونكم يا جماعة ترون الأسرة كلها تتابعكم نعم لأن ما يقدم فاخر ما فيه شيء عيب الأم تتابع البنت تتابع الإبن يتابع والأب يتابع والله مسؤولية وإنتم أهل الله وكفو الله يخز أنكم تعطون مادة لكبير السن ومادة كفوك الطيب للبنت المراهقة كيف أنها تكون جزء في مجتمعها وكيف أنها تطيع أبوها وأمها وتكون معهم منسجمة في هذه الأسرة حتى يأذن الله وتخرج وتكون أسرة أخرى أيضا أسرة خير ودين وأسرة وطنية تنفع مجتمعها وتكون لبنها صالحة مهم جدا مثل هذه الرسائل أن تصل للمشاهد وأنا فقط أذكر وإلا هي موجودة أصلا في هذه القناة الله يسرك جميل لا بالعكس التنبيه لها جميل ونحن نحتاج يعني لسنا كاملين نحتاج وكذلك دائما أنا أطلب من الجمهور وأطلب من أصدقائنا في الإعلام وأحبابنا أن لا يبخلون علينا بالتوجيهات الجميلة وهذه نحن جاهدين عليها